مجاز الأخبار من المحور أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تطوير أداء القطاع المصرفي والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزية اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراد جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقضي وقد عرض سيد محافظ البنك المركزي الموقف الاقتصادية بعد حوالي عام ونصف من تفشي أزمة كورونا العالمية حيث أثبت الاقتصاد المصري تمسكا ونجحا كبيرا انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد خاصة على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة ستة أشهر فضلا عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك والعمل على ثبات السياسات الهدفة لاستقرار أداء القطاع النقضي بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومبادرات التمويل العقاري وقد أشار السيد طارق عامر إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعات الجديدة للبنك المركزي وذلك بالتنسيق مع مركز الوسائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعيير العالمية لأوراق النقد حيث اطلع السيد الرئيس على العينات من البنك نوت الجديد الذي سيتم إصداره في مطلع شهر نوفمبر القادم أضاف المتحدث الرسمي أن سيد طارق عامر أوضح أيضا نجاح البنك المركزي في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة كورونا حيث ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40.5 مليار دولار مما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة كما أكد سيد محافظ البنك المركزي أن جاح العريض الذي حققه البرنامج الثاني الخاص بالتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والذي أشاد بالأداء الحكومي المصري الذي عكس بدوره إدارة اقتصادية متزنة وشفافة بشهادة أكبر مؤسسة إشراف مالي في العالم المتمثلة في صندوق النقد الدولي وهو الأمر الذي حقق سمعة طيبة للغاية للاقتصاد المصري بمن عكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار حوالي خمسة مليار دولار يعقد وزير الخارجية سامح شكر جلسة مباحثات مع جاكوب كولهانك وزير خارجية جمهورية تشيك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة وتشهد الجلسة مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر مستجدات الوضع في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في الجمهورية التونسية وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب الشقيق وتطلعاته المشروعة وتثق بحكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقته وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ضرورة تجنب التصعيد والامتناء عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدرته مشيدا بدور المؤسسات الوطنية في حفظ أمن واستقرار البلاد استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري يرلان بايد أولت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائية لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية ونقل الخبرات المصرية المتميزة إلى الدول الإسلامية واتفق الجانبان على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في ترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه مما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعية وتوجه الدكتور محمد عبد العاطي بالدعوة لمدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائية لحضور إسبوع القاهرة الرابع للمياه المقارن عقده خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى السامن والعشرين من أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح المنتخب الوطني لكرة اليد في الفوز على نظيره البحرينية بنتيجة تلاتين عشرين ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية أولمبيا توكيو عشرين عشرين وتمكن منتخب اليد من الحفاظ على المركز الثاني بعدما حقق أربعة انتصارات في المجموعة الأولى التي تضم كل من الدنمارك والسويد واليابان والبحرين والبرتغال لولاقي نظيره الألمانية السلساء المقبل في الدور الربع النهائي من البطولة